I feel my face when I'm with you But I love it But I love it She told me don't worry About it صباح الخير من MTV Live يسعد صباحكم مشاهدينا وينما كنتوا عم بتابونا بلبنان بالدول العربية وبكل أنحق العالم من حييكم ومنتمنى لكم بداية ويكند بعيدة على المشاكل والمتاعب ومليقة بالتسلية والمراح مع كل اللي بيعزوا على قلوبكم لبنان وكل اللبنانيين عم بيتحضروا هالويكند لاستقبال عيد الاستقلال وصرنا زمان استفاني صباح الخير صباح النور صرنا زمان ما استقبلنا هالعيد بيها التفاقل وبهالأمل الموجود وينما كاننا بلبنان أكيد بنا نعيد المشاهدين حتى ولو مسبقا إن شاء الله بنعاد على الجميع بالخير الصحة والسيادة وكل اللي عم بيحتفلوا اليوم بأي مناسبة حلوة وإذا كان عيد ميلادكن منقلكون هابي برث دي أنا بكرة أنت بكرة شفت حسيت في مناسبة حلوة جاي نعيد كمان مسبقا عبال المية ومن المشاهير اللي اليوم عم بيحتفلوا بعيد ميلادهم الملياردير الأمريكي تيد تيرنر مؤسس قناة تاسيان أن العالمية اللي معروف أكيد سكوربيو يعني نجاحه بعالم الأعمال بدل على هالشي وكمان معروف كتير بأعماله الخيرية والإنسانية وأبرزهم مبلغ بقيمة مليار دولار قدموا لمنظمة الأمم المتحدة لدعم مشريعة ونشاطاتها بأكتر من 115 ألف دولة بالعالم حبيت أسكروا حقيقة على هالروح الإنسانية الكبيرة ونذكر المشاهدين قدي العطاء مهم لأن العطاء فرحته مزدوجة مش بس المطلقه بيفرح يمكن فرحة الشخص اللي بيعطي هي أكبر فمع بداية هالويكند هيك عنا شفية توقت فراغ متفكر بغايدنا ومفكر بموضوع العطاء شو عنا اليوم بفقراتك؟ اليوم مع رندة فهد بنا نحكي عن المشروبات الروحية كمينا بنيتشر عنا ضيف واليوم حزاري شوفي قطو الشوكولات شارل معنا؟ شارل معنا تعرفت عمفكر فيها بغرفة الماكياج إذا رح يقدر يجي أملأ لأنه بعرفه مشغول كتير بالسالونج والشوكولات وبالإنجاز الكبير اللي عمله شفت السور؟ فسطان بيأخذ العقل فسطان الشوكولات هو أكيد بتعاون مع المصمم اللبناني العالمي رامي قادي فسطان بيأخذ العقل وبيتتاكل أكل مثل المائلة ومعروض حاليا بالسالونج والشوكولات كمان من فقراتنا المميزة اليوم اثنين سيجمينت من والوفايم ضيفين ضيفي الأولى هي السوبرانو اللبناني تانية أسيس مؤسسة جمعية وان لبنان رح تخبرنا عن النسخة الثالثة لها الحفلة رح يصير الأسبوع لأدم بخمسة وعشرين الشهر بمشاركة أكتر من ثلاثين فنان علامة وممثل وهذا حفل منتظر وكمان بوالوفايم الممثل اللبناني دوري سامراني أحد أبطال فيلم يلعب بالكن شباب وأكيد خاصة أنه هالفيلم بيحكي عن قصص من واقع مجتمعنا وبيحكي بكل شفافية عن شفافية وجرأة عن الزواج وطلاء وكل شيء بين هالموضوعين فنطلع لنا هاللقاء اليوم بوالوفايم نبدأ نواكي أبتو ديت هلا أخبار من لبنان والعالم بعد هالوقف الأسيرة مشاهدينا ضمن أبتو ديت أبتو ديت وأخبار منوعة من لبنان والعالم أول خبر هو الاحتفال بعيد العلم اللي رح يصير بلبنان بكرة حلوها العيد أنا خلو أنا عيد العلم كمان كل الأعياد هيك تضامني مع بعضها لكن رح تكوني بالمصيرة بكرة إذا عزموني تكرمي عزيمي خاصة لستيفاني إذا بتريده من المكتب الأعلام برئاسة الجمهورية استيفاني ما رح أقدروا إسمك الأخي كسابيان أعلن مكتب الأعلام برئاسة الجمهورية أنه لمناسبة عيد العلم وتحت عنوان عالم الشعب يعود إلى بيت الشعب يقام أمام بالأسر الجمهوري احتفال بيها المناسبة وكمان رح يكرموا العالم بيها المناسبة ورح يتمها الحدث بكرة الأحد بعشرين تشرين الثاني الساعة وحدة الظهر رح نعطيكم نبضي مشاهدينا عن اللي ما بيعرف عن عالم الشعب اللي بتعود فكرته لشهر كانون الأول عام 1989 لما مجموعة من الشباب اللي اعتصموا أمام بيت الشعب بيب عبدالصمموا عالم لبناني عملاق ودعوا اللبنانيين لتوقيع عليه للتأكيد على إرادة الاستقلال ورفض كافة أشكال التدخلات الأجنبية حجم العالم العملاق 15 متر استيفاني 10 أمتار وقسموا لخمس أجزاء وضعوا كل جزء منه بمنطقة مختلفة بلبنان لتوقيع عليه وتوافدوا اللبنانيين من كل المناطق للتوقيع على عالم الشعب وقدما كانوا كتار أضافوا 3 متار من كل جانب حتى أصبح حجموا 21 متر بعد 36 ساعة جمعوا الأجزاء ورجع العالم حامل 126.549 توقيع وللمناسبين طلقت تتظاهرة دخمة إلى أسر بعبدالتقديم العالم لرئيس مجلس الوزراء بوقت العماد ميشيل العون ولما وصلوا لأسر بعبدالتقديم العون وقع الرئيس عون على العالم مع الوزيرين إدجار معلوف وعيصام أبو جمرة وبمرحلة الوصاية السورية وما بعدها وكلنا منعرف أدي كانت سنين طويلة السيدي ليلى الهبر سقر احتفظت بيها العالم بطريقة كتير هكي كلاسيكية مش كلاسيكية طريقة هكي مؤثرة احتفظت فيه داخل حائط وحطت على تين تين حتى تحفظوا وبقي محمي بيها المكان حتى اليوم بعد 27 سنة من الوقت وبكرة بهالاحتفال رح يرفع مرة جديدة هالعالم ورح ينوضع أمام أو بساحة الأسر الجمهوري وأكيد نطرين نحن هالحدث بكرة حدث كتير سمعيها الخبرية رولا نشرت أم أمريكية شريط فيديو بيحبوس الألفاس وبهالفيديو منشوف لحزة سقوط رضيعة من فوق تينجينج تايبل الطاولة يلي بغيروا عليها الكوش قبل أنه خيو صغير يركض بسرعة فائقة ويحتضنوا بالوقت المنيسب وجرى تشارك الفيديو ألاف المرات وحصد علامليين المشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهالفيديو تقطته كاميرا كاميرا مرئبة مثبتة بغرفة نوم الأطفال بمنزل العيلة وبتعيش الأم البالغة من العمر 35 سنة بولاية فلوريدا لايك كيف وعمر رضيعة 11 شهر وعمر ابنة الكبيرة 9 سنوات لايك كيف هلا بده يقلب وخيو لايك كيف تتأثري عن جد وعن جد الله يحميونا 2 ناتون الله يحمي كل الولاد ننتقل لصبيه رشيئة الله يرحمه كثير حلوة ومشهورة كثير راحلة مرين مورو من من ما بتذكر الفستان الرائع اللي كانت لبساته وعم بتغني بدلال رئيس الأمريكي السابق جون أف كنندي الفستان استفانين بيع مؤخرا بقيمة 4.8 مليون دولار بمزاد وعام 1962 كانت لبسة هالفستان كتير مكسم وبيع مثل ما قالت ب4.8 مليون دولار بمزاد بروس أنجلس من الشاري من اللي دفع هالمبلغ الكبير دار هن اللي اشتروا هالفستان اللي من تصميم جون لويس مغطى بأكتر من 2500 تقطعت كريستال ومخيط يدويا وهذا كان شيء كتير يعني إنجازة بوقتها وكان من لون بشرة مارلين مورو قد ما كان ضيئة عليها كان يوحي إنه ما لابسه شيء أبدا وهذا اللي كمان ميز هاللحظة وأضيئة الرائع وكتار انت بتعرفي عبر السنين حاولوا يقلدوا مارلين مورو وعم بتغني أبنية هابي بورتي مستر برزيرنت ولكن ما حدا بيقدر ينفسها وعم نشوفها هون عم بتغني أبنية بورتي مستر بورتي مستر بورتي مستر بورتي مستر بورتي مستر بورتي مستر بورتي ل longueرادة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر وهو للأسف كمين الرئيس كندي كان تعرض للاختيال السنة اللي بعده صح على أنهم ثنائي عائد إلى الوطن ومنشوفهم بالتيارة قبل وصولهم إلى المطار ما بعرف إذا فينا نشوف الفيديو ومنشوفهم كمين بالتيارة قبل وصولهم إلى المطار حلونا نسترون موسيقى 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 يكونوا أعجق بكثير بس بفترة العياد تذكروا لم يكنوا بيّنوا هالتادي بيرز يفرجوا قدام أهمة العائلة خاصة بالمناسبات من هذا النوع اشتقنا للعياد لحسنوا بلّشوا بكير هالسنة ستيفاني بيزينة الميليات والنشاطات والحفلات أسوال عدم يلا عجلي لندحق أو بدنا هون كمين ناطين تنزين شوف شو محضرين ديكور لهالسنة لنشوف شو حاطين بباكينغ هام فالس أي نوع من الشجرة بتحط الملكي إليزابيت ولكن قبل في مشروع ترميم كتير طويل فتورة باهزة لإصلاح أصر الملكي أصر باكينغ هام الشهير أكيد أحد أشهر معالم بريطانيا وممقر إقامة الملكي إليزابيت رح يخطأ لأعمال إصلاح تستمر حوالي عشر سنين نتصوري عشر سنين من الترميم بكلفة 369 مليار سترلينة يعني حوالي 457 مليون دولار ورح تركز الأعمال الترميمية على استبدال الأسلاك الكهربائية وأنبيب المياه ونظام التدفئة وكلها بتعود لفترة ما قبل الحرب العالمية التانية الأعمال الأكثر أهمية رح تبدأ من يسين 2017 والخبر الحلو هو أن الأسر رح يبقى مفتوح بالكامل خلال فترة الأعمال الترميمية فالحابي بيعمل زيارة على لندن ومخطط أنه يزور هالأسر أكيد رح تكون الفرصة مفتوحة حتى ولو عم بيكون فيه أعمال ترميمية حلوة كمان لندن بفترة الأعياد بتجنن؟ أين ما كان حلو بفترة الأعياد؟ لبنان كمان حلو بفترة الأعياد خمسة وعشرين درجة مشاهدينا نحن ناخد سوى وقفة نشوف وتوفوكس موسيقى موسيقى موسيقى